أخرجت أنام بعد كي شاعلت يريفون التوعي لقيت كتبات عند واحد صاحبي لقيت لي كومنترتي عن الناس عن ليلايف نتوعي أنا كي بديت نشوف ليلايف نقرأ ليلايف ونقول للناس يعطيكم الصحة خارج البلاد الجزائر من الأمريكا من لندن من فيرصة وتصلت بي وحدة قلت لها أختي يعطيك الصحة كي قمت ضامنتوا معايا كثرة خيركم قاع أذهب إلى واحد إنسان ما تسكسيتني أسكن أنت مزوج قلت لها نو قلت لي أسكن أحب تروح من هذا كل بلا قلت لها ويلا كان عندي جناحتي نطير خلاص في حالة غضب ما قدرت سايش تروحي محقور تنظلم تروحي في الزنقاء ما عندي شوين آيا فيكسينا لادات جيت لـ 20 أوكتوب 2020 جيت لـ 20 أوكتوب 2020 على قصد باش نبنو حياتنا أنا كي جيت ترنى العشة الحلال عجبتك؟ شفتها عجبتها أنا ديجا في التيري فون كي كنت نهضر مع سيوغمي سنجا والحاجة اللي قلت لي أسكن أعجبك وقلت لي تعجبيني لا تخافي ربي لا تخافي ربي ويتعجبيني قلت لي وي الحمد لله قلت لي أنا جزائريا ونخاف ربي ما حال في عمرها كان؟ ما أنا كذبش علي كانت كبيرة علي بـ 9 سنين ما عندها شحال؟ حبي يقول زيدان سواصلتكات زيدان سواصلتكات وين عندي زيدان سواصلتكينز جي كارونسات ما عليناش جيه درنا العشة الحلال من ناياك ريحة عشرية مددت لي بابي توعي ريحة راحة 3 أكتوبر 2021 او راحة فرنسا مددت لي بابي توعي مدينة كونتاكت نورمال تقسي عليها ودقول لي راني مقلقة وكتاتجي كنت لاني اتفعت وتبالت لي فلاكيوسي ترسيبسون هاوليك الدوسي هاولي حقا سيبان وخلاص الحق 2022 جانفي المرة بدت تنسلتي في فتيري فورها ما عندي حتالي بوات فوكال واش كانت تدغلي قلت لي وكيت تجير عندي واش نقول لك تدير ثم بعدها قلت يا صبح الله انا ثم بعدها ما كانت بتزوجة من القبل كانت هاولادة؟ كانت بتزوجة اوه كانت بتزوجة من قبل ويه صرحاتك؟ ها؟ صرحتني في هاتشي ثم بعدها واش نكي ما احملش كيفاش واش نقول لك تدير زعمه؟ بعيزوم كنت خطرة انا ما على بدلك خطرة كما قلت لي قلت لي هم ليبيو التواكلتين باستو باصل بانجو لا ليبيو واش من ليبيب هادو أنا لم أفهمت قلت له ماذا عني بيبي؟ هم عندها ينكواريوم بتاعلي بواصن قلت له الحوتام يسلموا عليك وحاشاك أنشيان كانيش قلت له اسمحي لي أنا مانيش منه قلت له مالانو بليباك وكتو فيا أبنشي مو لو ماتين ونسوار توفيس أنا كي قلت له هذه الكلمة غدوة منتاك غضبت عايت لها وقلت له بطنس أنا 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 دوسي تاعي ما نزودت ورحت أنا كاتب عمي كتبت وراني طلقت عندي لنفء مي هذا رفت له جيج منتاعي وراني دركا وهاني عند ناس قاعدين ما سيش تهدر معاها ما سيش ما حاولش نهدر معاها المرة ما قدرش نهدر معاها المرة حكمت شغلت مليد اللي توجع بينات ناس شي سامير يعني دكت طمعت على الوراق لو كانت داني لو كانت ركعت لو كانت بقيت ساكت لو كانت قادر تدي واحدة صغيرة نابت بلادك لو كانت القابة بلادي كانت قابة بلادي ونهدرها أمام الجمهور وأمام أسادي وأمامكم قادم وكانت قامرة وكانت قامرة واني قابل واني قابل واني قابل واني قابل كما كانت قابل واني قابل والحمد لله يا ربي واني قابل ما عندي حتى علاقة معهم حكيت للمنصة ياسون تاعي حلو لي بابهم قاعد معا بناتهم فضال وكان شافوني ماشي تعديق قامت بره الوقت ليدخلق الدار ويخليك تابعا بناتو هاني قاعد عندهم عندي مدة تم الشهور قاعد عندهم فضال والحمد لله هم يجروا معي وما يطلعوا لي المورا للبارح هادي المرض قولي سامين وتنكي يخطاموا في سراك في عود وليدي راجل ها غير كيم حكمني لفاند اللي داغنيتا غامضون قال لي شوهي شيتوا سامين ما تقلقش روح قلت لونو ما نقدرش تونتون انا حبيت ندرسي تياسون انا راجل انا راجل ما نقبلش واحد يخدم علي ولا يوكلني انا حبيت نوري انا قلت لو كان القامرة اللي عراني راني مستعد وراني مدابيا ولي خدمتي بسكو انا ما سرقتش ما سرقتش انا بللغت على الفاساد انا الشريكة رايحة للواد القيت هدرت على السيرفيس ليجيان هدرت على هذا عندي كل شيء مي تنحقرت القيت روحي واحدة ان شاء الله احنا من هذه المنبر ان شاء الله تفتحوا كامل بيبان وندوك نرجع ليك سي سامير وان شاء الله ستلقى بنت الحلال اللي تبني معها الدعم ونروح ليك سيدي يعني حكينا على الطرد التعسفي اللي اصرع له يعني سي سامير بعد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم عن النبي الكريم تحية طيبة تانية لمشاهدين الاكارم يعني والله قصة مأساوية جدا يعني منذ الصغر يعني ايما معانت مرة بيالاخ سامير يعني ان شاء الله تكون اخرت ان شاء الله تكون بحلام وان شاء الله الايام القادمة ان شاء الله تعودك ايما تعود بنسبة لطرد عسوفي انا يريت انو الاخ ساميري قولنا اذا كان يربطه العقد العام الذي كان يربطك مع الفندق هذا اللي كنت تخدم معه هل هنا لك عقد محدد المدة او غير محدد المدة يعني سيديي ولا سيديد يعني سيديي يعني يعني العقد متجدد كنت نخدم بالكونت على مبادرولي بارمانون تخل ديفيني بارمانون مهم يعني سيديي هاكا يعني وانت بشرط الاجراءات القانونية الخاصة معهم قلتنا جوزوك في المجلس تأديبي في المجلس تأديبي يطوك يعني قرار تحهم الورقة هاديك يقولك سبب الطرد هذا ولا كان حريبا هو مكتوب بسبب خطأ مهاني سبب خطأ مهاني بطبيعة الحال يعني غير مسبب غير مسبب لابد أن يكون هناك تسبب أنا بش نوضح الصورة لابد أن يكون في قانون العامل يزاي يقولك لابد أن يكون هناك تسبب يعني يقولك خطأ مهاني يعني بسبب بش تعرف مثلا إهمال أو ما شبه هذا لكم أو روعونا أو ما شبه هذا لكم وزيد بزيادة هل يعني قمت رحت يعني مفتشية العامل وشكيت يعني هنا بالعاملية رحت أن تقدم تشكوى المفتشية العامل أستاذ وعدنا محضر راح وكين محضر وجاو لكم هما في الصلح حبوا يديروا صلح ما جاوش ما جاوش يعني هم لك محضر عدم المصالح ما جاوش بعدين هنا حبست ما رفعتش بهم دعوة بالخلق ما رفعتش بكم فهمك أستاذ باسكوب هذه المرأة ما رفعتش بكم ما رفعتش بكم ما رفعتش بكم ما رفعتش بكم موضوع آخر شوف خلينا في موضوع العامل بعد نجول موضوع ما رفعتش بكم يعني ما بادرش يا أخي أنا تبعت القضية وتبعت الحكاية منذ الأول يعني أنت كنت حكيت لنا على طرد تعسفي من العامل مباشرة حكيت لنا على لايف ليدرتهم على الشركة تفضح فيها المسؤولين فلانيين يعني هنا يعني هما استغلوا الفرصة أنه بجهلك للقانون وقد فيك وتشهيرك بهذا الأشخاص هدوما راحوا سبقوا سبقوا في العامل القضائي والعامل القانوني ضدك وقاموا بالإجراءات ضدك وأنت يعني يعني بين قوسين لا عدر بجه القانون أنك إنسان الله يبارك ما شاء الله متقف يعني كاننا حاري بك أن تروح تدير الإجراءات القانونية تاعك تروح تدير الإجراءات القانونية تعطرتها تسوفهم العامل تروح يعني تروح القضاء العادي تروح القضاء المدني وطالب حقوقك عوضة أنك تروح تدير بهم للايف وتشهير بقضايا الفاسد وما شابه هذا لكم وش من عام صارت لك هاد القصة واسوك في 2021 في 2021 يعني يعني